الأخ سليمان من الجزائر يقول نحن طلبة نعيش في غير مدينتنا نصلي في مسجد مجاور للجامعة لكن الإمام وللأسف يقول دائما إن الله في كل مكان بذاته هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام سليمان من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك أنت وأصحابك وزملائك أولا من أقبح المقالات ومن أشنع المقالات ومن أفضعها هذه المقالة التي يتبنى هذا الإمام هداه الله وهي اعتقاد بأن الله تعالى في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبير فالله جل وعلا يصف نفسه بأنه على العرش استوى في سبع آيات من القرآن وهو يقول الله معنا بذاته تعالى الله تعالى الله هذا من أخبث المقالات ومن أشنعها ومن أفضعها وبالله إن الإنسان وهو يتحدث في الرد عليها يشعر بغصة وبألم من مسلم يعتقد مثل هذا الاعتقاد الفاسد أن الله تعالى معنا بذاته في كل مكان ويلزم من هذا وسامحوني أقول هذا الكلام هذا من باب الإلزام أن الله في المزبلة تعالى الله وأن الله في المرحاض تعالى الله تعالى الله تقدس الله وأن الله في بطون الحيوانات وأن الله في كذا تعالى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نسأل الله العافية والسلام والحمد لله على سلامة الاعتقاد لذلك أخي الفاضل أنتم شببة طيبون واضح ففرصة لكم أن تناقشوا هذا الإمام وأن تنصحوه مثلا وتبينون له بعدما تقرؤون في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي كلام الأئمة في هذه المسألة لعل الله عز وجل أن يهديه على أيديكم وتبقون معه وتلينون له القول وتحاولون قدر المستطاع مع الدعاء أن الله تعالى يهديه ولعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويترك هذه المقالة الشنيعة الخبيثة التي والعياذ بالله تتنافى مع نصوص القرآن والسنة والإجماع المنعقد عند أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية إذا والله أصر على هذه المقالة الخبيثة السيئة وأنتم ترون بأن الصلاة ترك الصلاة خلفه لا يسبب فتنة نعم لا يصلى خلفه تبحثون عن مسجد آخر وإذا لم تجدوا مسجدا أقيموا أنتم جماعة في سكن الجامعة أقيموا جماعة هذا متى؟ إذا أصر وعاند وأصبح يعني والعياذ بالله مصر على مثل هذه المقالة تصلون جماعة في السكن أو تبحثون عن مسجد آخر تجنبا لما تدرون أنتم هل تقبل صلاتكم أم لا أما إذا الحمد لله رجع وأناب واستغفر وقال أنا كنت أجهل وأنا ورثت هذه العقيدة من بيئته ومن بلدته ورجع الحمد لله يعني يكون لكم الأجر والثواب العظيم